الفصل الثاني العباس ومصطلح الإمامة سؤال يطرحه كثيرون هل يصح أن نقول الإمام العباس مثلما قلت قبل قليل من أنني في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة سيكون حديثي مجملا التفاصيل ستأتي بعد ذلك تبعا أعود إلى عنواني هذا الفصل العباس ومصطلح الإمامة ما المراد من هذا العنوان الإمام إنني أتحدث في أجواء الثقافة الشيعية في أجواء الثقافة الشيعية هناك استعمال لهذا العنوان لهذا المصطلح في وصف في مراجع الشيعة وعلمائها كما في زماننا الآن الإمام السيستاني وهكذا بقية المراجع أو في الطبقة السابقة الإمام الخميني الإمام الخوي الإمام الحكيم الإمام الشرازي وهكذا هذا الاستعمال موجود في أوساطنا الشيعية فإننا نصف مراجع الشيعة بهذا الوصف لأن البعض يقول مثل ما نصف المرجع بالإمام فإننا نصف العباس بالإمام هذه إساءة كبيرة إساءة كبيرة للعباس أن يقال هذا الكلام بحقه وشأنه هذا الوصف لمراجعنا بالإمام جاءنا من النواصب النواصب من أعداء علي كانوا ولا زالوا يصفون علماءهم بالأئمة حتى هذا الكساء المعروف بإدمانه لشرب الخمور ولإتيان الغلمان يصفونه بأنه إمام في القراءات في قراءات القرآن لأنه إمام في العربية واللغات وأنثال ذلك النواصب من أعداء العترة الطاهرة يصفون علماءهم وفقهاءهم بهذا الوصف من أنهم أئمة وهذا الأمر تسرب إلينا لا أقطع يقينا لكن على حد علمي حينما أقلب ذاكرتي فإنني أعتقد أن أول من خوطب ولقب بشكل واضح في الجو الشيعي وبشكل منتشر هو العلامة الحل رحمة الله عليه هو أول مراجع الشيعة الذين خوطبوا ووصفوا بهذا الوصف بشكل واسع هناك من وصف بهذا الوصف قبل العلامة الحل ولكن ليس بشكل واسع بحسب ما أعتقد قد لا تكون هذه المعلومة دقيقة إلى حد بعيد ولكن هذا هو الذي يعتلج في مخيلة وصحائف ذاكرتي فإن أول مرجع من مراجع الشيعة وصف بهذا الوصف بشكل عام وواسع ومنتشر هو العلامة الحل رحمة الله عليه وبقي هذا الوصف يظهر ويغيب إلى أن انتشر في أيامنا هذه فهذا الوصف أساسا جاءنا من النواصب لا أريد أن أتحدث عن قضية استلاب القاب الأئمة إن كان من قبل النواصب أو من قبل الشيعة وهل يجوز ذلك الروايات واضحة وصريحة في أن هذا الشأن هو من شأن أعداء العثرة الطاهرة هم الذين يستلبون الألقاب والأوصاف هذه أوصاف خاصة بآل محمد الإمام آية الله آية الله العظمى حتى هذا الوصف حجة الإسلام أول من تلقب به ولقب به هو أبو حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة خمسمية وخمسة بحسب ما يظهر من تتبع كتب التاريخ وانتقل إلينا ما شاء الله كل ما عندنا من الشوافع والمعتزلة نعمة كبيرة على الشيعة أن يشكروا على هذه النعمة العظيمة إنها فضائل مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية لا أريد أن أقف طويلا عند هذه القضية ولكن هذا الوصف وصف لا معنى له في سوق الحقيقة ولا قيمة له الإمام وصف ومصطلح وعنوان لا ينطبق منه ولا واحد بالتريليون على أي مرجع من مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم نحن قد نستعمله على سبيل المسامحة على سبيل أن هذه الأوصاف صارت جزءا من الثقافة الاجتماعية وأنا لست بصدد مناقشة هذا الموضوع لكنني أريد أن أشخص معنى الإمام في ساحة الثقافة الشيعية الإمام بهذا المستوى لا قيمة له الإمام بهذا المستوى إذا أردنا أن ننسبه إلى العباس لا يجوز لأن هذا انتقاص من مقامه وشأنه صلوات الله وسلامه عليه هذه إمامة كما نقول بتعابيرنا العراقية الشعبية هذه إمامة شركة هذه فإننا ننزه العباس عن الإمامة بهذا المعنى الذي يطلق على مراجعنا الكرام هذا وصف لا حقيقة له وإنما هو جزاف من القول مرده إلى التأثر بالفكر الناصبي من جهة ومن جهة ثانية هناك خلل في موقف مراجعنا وعلمائنا من العترة الطاهرة هذا واضح في كتبهم فحينما يكون هناك خلل سيترتب عليه خلل قولي وعملي يضاف إلى ذلك حالة الصنمية الشائعة في الوسط الشيعي ويضاف إلى ذلك حالة التنافس على الزعامات والمرجعيات الدينية والصراع واضح على الألقاب والأوصاف والمقامات التي هي في حدود الألفاظ لا حقيقة لها على أرض الواقع فوصف العباس بالإمام بهذا المستوى إساءة لأب الفضل صلوات الله وسلامه عليه ولا قيمة لهذا الوصف عند آل محمد هناك معنى آخر الإمام في كتب مراجعنا العقائدية وبعبارة موجزة في كتب علم الكلام التي ألفها مراجع الشيعة لبيان أصول الدين بحسب هذه النظرية المستوردة من الأشاعرة والمعتزلة والتي لا صلة لأهل البيت بها مطلقا من أن أصول الدين خمسة نظرية الأشاعرة والمعتزلة فالأشاعرة أصولهم ثلاثة والمعتزلة أضاف العدل وجاء الشيخ طوسي ومن بعده فأضافوا الإمامة وهكذا تكونت منظومة العقائد الشعية وألف فيها العلماء وصنفوا وصنفوا فحينما عرفوا الإمامة وعرفوها بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا وحينما شققوا في التفاصيل فهناك منهم من قال إن العصمة وإن العلم وإن العقل بشكل قطعي كامل لا يتحقق في النبي إلا بعد بعثته ولا في الإمام الوصي إلا بعد إمامته الفعلية أي بعد شهادة الإمام الذي يسبقه وهناك من قال من أن نفي السهوي عن النبي عن الإمام هو أول درجة من درجات الغلو وهناك من ذهب إلى أن النبي إلى أن الإمام ونبينا إمام الأئمة إلى أن الإمام ينسى ما كان خارج دائرة التبليغ ينسى كثيرا من متصرفاته وينسى كثيرا مما جرى عليه في سالف الأزمان وهكذا وتستمر القضية إلى أن المعصومة قد يخرج عن حدود الآداب إلى أن المعصومة لا يعرف مقدار الكر إلى أن المعصومة يكون فاشلا في مشاريعه مثلما تحدث بعض مراجعنا عن فشل مشروع الصديقة الكبرى بسبب ذكاء الخليفة أبي بكر ومن أن الإمام يحتاج إلى التجارب الكثيرة كي يستطيع قادرا على قيادة الأمة وهذا هو السر في طول غيبة إمام زماننا ومن أنه بحاجة إلى الإعداد الفكري والإعداد المعنوي والنفس إلى غير ذلك حكاية مراجع الشيعة في التنقيص وفي الإساءة إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حكاية طويلة جدا وكتب مراجعنا مملوئة بسوء الأدب والانتقاص من العترة الطاهرة هذه القضية تحدثت عنها كثيرا وبالوثائق والحقائق والدقائق الإمامة بهذا الوصف إذا نسبناها إلى العباس هي إساءة أيضا فهذه ما هي بإمامة أهل محمد هذه إمامة السقيفة زينت ببعض شيء يجعل الإمام مميزا في بعض الجهات عن أئمة السقيفة السقيفة نصبت الأئمة ونصبت الخلفاء بذهنية شيوخ القبائل فجاء مراجع الشيعة لكي يجعل من الإمام مميزا بعض الشيء عن شيوخ القبائل فجاءت هذه التعارف وجاءت هذه التخارف أيضا إمامة بهذا الوصف ما هي بإمامة آل محمد والعباس أعلى شأنا من كل هذه الأوصاف ومن كل هذه الإساءات العباس ليس فاشلا العباس لا يخرج عن حدود الأدب ألم يقل المرجع الكبير الإمام الأكبر كما يصفونه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يتحدث عن فاطمة من أنها خرجت عن حدود الأدب العباس لا يخرج عن حدود الأدب العباس ليس فاشلا العباس لا ينسى ما جرى عليه في سالف الأزمان مثل ما يصف الشيخ طوس أئمتنا العباس لا يسه في صلاته ولا في صيامه ولا في أموره المهمة والأهم مثل ما يقول السيد الخوئي من أن القدر المتيقن ما هو القدر المتيقن من أن المعصومة لا يسه في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية تتناول جميع جوانب حياته الدينية والدنيوية يختلط فيها الأهم والمهم وما هو غير ذلك العباس لا ينسى الأهم من الأمور ولا ينسى المهم من الأمور ولا ينسى غير ذلك فالعباس أعلى شأنا من الإمام بحسب معرفة مراجعنا الكرام لأئمتهم فهذا المعنى الثاني لو نسبناه إلى العباس إساءة واضحة بحقه لا شأن لي بالمراجع أن وصف الأئمة العظام لهذه الأوصاف هم يحاسبون عن دينهم ومعتقدهم ومعتقدهم وأنا أحاسب عن ديني ومعتقد لا شأن لي بهم لكن الإمام بهذا الوصف لو وصفنا العباس به إنها إساءة كبيرة وكبيرة جدا بحق أبو الفضل مراجعنا يصفون الأئمة بهذه الأوصاف تلك مسؤوليتهم هم سيحاسبون عن كل لفظة قالوها وعن كل كلمة كتبوها الإمام كما يريده آل محمد هذا ال وصف وصف خاص بالمعصومين الأربعة عشر فقط ولا يطلق على أبو الفضل أما الوصف الأول الذي ينسب إلى مراجعنا فإن إلصاقه بالعباس صلوات الله عليه إهانة كبيرة الوصف الوصف الثاني الإمام بحسب تعريف مراجعنا الكرام للإمام ويقصدون به النبي وأمير المؤمنين وسائر الأئمة هذا ما هو بتعريف للإمام بحسب ذوق الكتاب والعترة لو وصفنا العباس بهذا الوصف من قصة كبيرة لأن العباس أجل من كل أوصاف مراجعنا هذه التي جعلوها أوصافا ونعوتا للمعصومين الأربعة عشر المعنى الثالث الإمام وهو خاص بالمعصومين الأربعة عشر هذا لا يطلق على أبو الفضل ولا يقبل أبو الفضل أن يطلق عليه هذا الوصف هذا وصف خاص بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبولد الحسين إلى إمامنا القائم صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل تعريف الإمامة عند آل محمد جاءنا مفصلا في نص كريم وشريف وعزيز الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة تعريف للإمام إذا ما عرضنا ما يستعمله الشيعة من إطلاق لفظ الإمام على مراجعهم على الزيارة الجامعة الكبيرة فإن عورة لا أستطيع أن أصفها ستتجلى حينئذ عورة لا مثيل لها أي إمامة هذه هذا الوصف الذي يوصف به مراجعنا وحتى المعنى الثاني للإمام الذي يتحدث عنه مراجعنا في كتبهم العقائدية والكلامية إذا ما عرضنا هذا الوصف على الزيارة الجامعة الكبيرة هو الآخر عورة وعورة قبيحة جدا ويجل مقام أب الفضل عن كل نقص وعن كل عورة وعن كل عيب الزيارة الجامعة الكبيرة شأن من شؤونها الإمامة التي يتحدثون عنها شأن من شؤونها هذا هو مفاتيح الجنان وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة من جملة ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة نقول لهم وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون إلى آخر ما جاء في تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة هذه شؤون من شؤون إمامتهم الكبرى وما يذكره مراجعنا في كتبهم إذا ما ذكروه بشكل مناسب لا يشكل إلا حاشية على جانب يسير من المعاني والمضامين التي وردت في هذا النص الشريف فأين الإمامة عند آل محمد وأين الإمامة عند مراجع الشيعة وهذا هو الذي أقوله دائما هناك تشيعان تشيع للحجة بن الحسن تشيع للكتاب والعترة وهناك تشيع لمراجع الشيعة وفقهائهم والتعبير دقيق مراجع الشيعة ما هم بمراجع أهل البيت إن لا نعد الفقيه منهم فقيها هكذا يقولون منكم فقيها في نظركم أنتم هؤلاء فقهاء ولكن في نظرنا ما هم بفقهاء حتى يتصف بكذا وكذا وكذا وليس الحديث في هذا البرنامج عن هذا الموضوع الزيارة الجامعة الكبيرة تعريف مفصل لإمامة الأئمة المعصومين الأربعة عشر هذا هو التعريف المفصل أما التعريف المجمل لإمامتهم ما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن الناحية المقدسة الإمامة هي هذه يبدأ الدعاء اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك هؤلاء هم أئمتنا محمد علي فاطمة حسن حسين ومن السجاد إلى قائمهم اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك هذا هو تعريف الإمامة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو الإمام الإمام هو الموجود هو الكائن هو الحقيقة التي لا فرق بينها وبين الله إلا أنه مخلوق وعبد يتصف بصفات المخلوقية وبصفات العبودية ولا تتجلى العبودية إلا فيه بمعناها الحقيقي الكامل الذي يرتضيه سبحانه وتعالى الإمامة هي هذه أما هذا الهراء في كتب مراجعنا هم فليسعد به على الأقل أقول عن نفسي إنني أسعد بتعريف الإمامة هذا أحيا عليه وأتوسل إلى إمام زماني أن يميتني عليه هذا هو تعريف الإمام من الآخر من دون رتوش من دون مجاملات الإمام هو الكائن هو الحقيقة هو الموجود هو ولي الأمر الذي لا فرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلا أنه مخلوق وعبد والعبودية لا تتجلى إلا فيه بمعناها الحقيقي نحن عبيد لله ولكن بمعنى المجازي المعنى الحقيقي للعبودية لا يتجلى إلا في محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين وولد الحسين من السجاد إلى القائم هؤلاء هم الأئمة فقط وفقط الإمام بهذا المعنى لا يطلق على أبو الفضل وأبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه لن يقبل بذلك أعتقد أن المعاني صارت واضح فإلساق هذا الوصف لا بد أن نحدده ما المرات حين نقول الإمام العباس ماذا نقصد بذلك هل نقصد الوصف الذي يوصف به المراجع تلك إساءة وعورة كبيرة لأن هذا الوصف الذي يوصف به المراجع لا قيمة له لا معنى له عند آل محمد إن لم يكن في خانة غصب حق من حقوق آل محمد إن لم يكن في خانة إساءة الأدب لإمام زماننا فهو لا معنى له إنه هراء من القول أي إمام وأي إمام هذا مثل ما قلت لكم قبل قليل هذه إمام شرك الإمام في كتب علم الكلام هذا ما هو بإمام من أئمة آل محمد هذا إمام لا ندري من أين جاء به هذا إمام ملفق لفقوه من أئمة السقيفة ومن شيء أخذوه من جوانب الحديث من حديث العترة الطاهرة النخعي ماذا قال لإمامنا الهادي علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم إذا زرت إماما من الأئمة فعلمه الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو القول البليغ الكامل وهذا هو التعريف الموجز المختصر الإمام ولي الأمر الذي لا فرق فيما بينه وبين الله إلا أنه مخلوق خلقه سبحانه وتعالى هو عبد ولا تتحقق العبودية إلا فيه بمعناها التام الكامل الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه المنزلة وجعله في هذه الرتبة ألا نقسم على الله باسمه الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره مجلى هذا الإسم ما بين أظهرنا هو الإمام المعصوم وهذا الوصف هو هو الذي يتجلى في دعاء شهر رجب الإمام ولي الأمر الذي لا فرق بينه وبين الله إلا أنه مخلوق له وعبد له هذا هو منطق الحجة بن الحسن اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك إلى أن يقول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك الإمامة بهذا المعنى خاصة بالمعصومين الأربعة عشر ولا تطلق على أبو الفضل العباس أبو الفضل العباس هو أقرب الكائنات إليهم هو أحب الكائنات إليهم هناك مجموعة هي الأقرب إلى هؤلاء الأئمة بهذه الأوصاف أبو الفضل بين تلك المجموعة هو القمر هو القمر المشرق أعمامه أهل أبيه هم الذين وصفوه بقمر الهاشميين بقمر بن هاشم أخواله هم الذين وصفوه بقمر العشيرة قمر العشيرة هذا الوصف هو وصف عشيرة أخواله له فبين أخواله هو قمر العشيرة وبين أعمامه هو قمر بن هاشم إنه قمر الأقمار نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر